السلام عليكم أعزائي الطلب نكمل موضوع لما تعدنا طريقة جديدة بالحال هي طريقة الفرضية هذه الطريقة شو كت أستخدمها أستخدمها لما يكون عندي السؤال بي اكس طاي على ثنيا كوسين ال اكس لما نشوف أنه هنا أنا ما ممكن لا تقدر تضرب بالمرافق رح تصير الأمور أكثر تعقيد ولا تقدر بالتبسيط هيا ما تقدر تبسطها بأي صيغة لاخ فش نلجأ نلجأ إلى طريقة الفرضية هذي الفرضية شو رح نبدي نفرض هذا الجزء اللي جوه نسميه وي يعني ويش الساوي باي على ثنيا ناقصا اكس تقول ليش فرضنا هذي ليش ما أخذنا كوسين ال اكس هي للساوي ال واي هسا انت تجرب إذا جربت وفرضت كوسين ال اكس هي للساوي ال واي وعوضت بيها يعني هسا من تتعلمون طريقة الحال تشوف أنه السؤال بدأ المين حال رح يتعقد بالزايد فأتب أشقد ما تبدي تحل أسئلة رح تفتهم انه يا جزء اللي هو رح تفرضه فهسا هنانا رح نفرض ال واي تساوي باي على ثنيا ناقصا اكس إذن من هذي نفسه ال اكس شي ساوي لك واي باي على ثنيا ناقصا واي مجرد فرضية ال واي تساوي باي على ثنيا ناقص اكس إذن من نفس الفرضية مالتي ال اكس ش رح سساوي شي بديهي باي على ثنيا ناقصا واي هسه ش راح اقول لمن وين الاكس ده تقترب الباي على ثنين الاكس المن ده تقترب الباي على ثنين نباوع بهذا الجزء يعني الاكس جصارت باي على ثنين الواي ش راح تصير هنانا الواي راح تصير صفر تقترب نصف صفر نعيدها عندك هذي الاكس جدا تقترب الباي على ثنين يعني اذا هنانا عوضنا باي على ثنين باي على ثنين ش راح يصير صفر يعني لمن الاكس تقترب من باي على ثنين الواي ايضا راح تقترب من الصفر ارجع اعوض بالصيغة السؤال الاصلي ش راح يصير لمت بدلا ما راح تكون اكس راح احل بدلالة الواي الواي ش راح تصير هنا لمن اكس تقترب من باي على ثنين اباوع الواي لمن تقترب من الصفر اخلي واي تقترب من الصفر كوساين الاكس ش راح اخلي اليها بدلالة الواي وينها اهنانا ش راح تصير باي على ثنين ناقصا واي باي على ثنين ناقص اكس دلالة الواي هياتها واي تساوي باي على ثنين ناقص اكس فاخلي واي هسا اش صار عندي اكمل السؤال لمت واي تقترب من الصفر هذه انتم اخذيها قبل كوساين باي على ثنين ناقص واي باي على ثنين من تتنقص من اي زاوية ش راح تصير الكوساين ش راح تنقلب الصير ساين الواي على واي وهي تذكرون باول محاضرة اخذناها لما لمت واي تقترب من الصفر ساين واي يعني الزاوية مقسوموا على نفس هالمقدار الش راح يصير واحد اذا الحل هو واحد يعني من سؤال معقد ما عرفوا شون احله بدينا نفرض فرضية بسيطة وقدرنا نحل السؤال اتمنى ان تكون فهمتون ان شاء الله بالمحاضرة الجاية ناخذ مثال ثاني حاولوا تحلوه يا نفسكم مرة الاخ شكرا موسيقى